اليوم اللي يتابع الحراك العالمي يجد ما يطغى على مطالب الناس اليوم هو الحوار يطالبونه بالحوار لكن لا يوجد ناس كثر يتبنون مسألة بناء الجسور كما تذكر وتعمل أيضا أن الدكتور على أرض الواقع لماذا لا يوجد هناك حفاوة بهذه المطالبات اليوم لا وفي الواقع هناك اهتمام بموضوع بناء الجسور وعلى نطاق كبير لا بأس به طبعا لا يقارن بالاهتمام بالحوار المجرد ولهذا أصبح مصطلح بناء الجسور سائدا بريج بيلدينغ أصبح سائدا ومفردته ذائعة جدا بشكل كبير في الساحة الدينية والثقافية وحتى السياسية والاقتصادية إلى غير ذلك وأكثر ما يستخدم اليوم في تجسير العلاقة بين الشرق والغرب وذلك طبعا من جهة العمل على المشتركات المشتركات الدينية والثقافية وكذلك فيما يتعلق أيضا بتجسير العلاقات السياسية لماذا؟ لتعتمد على راسخ متبادل هذا الراسخ يمثل بناء علاقات قوية ومتجذرة هناك مشتركات بين الجميع مهما اختلفوا وهي تمثل تمثل ماذا؟ تمثل القيم الإنسانية الواحدة هذه المشتركات هي التي أشار إليها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق المكارم التي كانت في الجاهلية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث لإتمامها هي القيم المشتركة ويعبر عنها في بعض مصطلحات العلماء السابقين بالكليات الإنسانية اشتركوا في القناة